السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهلا ورحبا فيكم في مادة التربية البدنية والدفاع عن نفس اليوم بدنا إن شاء الله ننتقل بدن الله إلى درس جديد إن شاء الله لكي نقبلنا نحن ذكر أحد المهارات بدن الله في لعبة كرة اليد وبعدها بدن الله ننتقل تمره اليوم كمرين بسيطة وسهلة وبعدها بدن الله ننتقل درسنا اليوم درس بسيط وسهل إن شاء الله وبعدها بدن الله ننتقل لمراجعة بسيطة على درسنا اليوم ننتقلها مع بعض كلمنا في الأسبوع ماضي عن مهارة تنطيط الكرة العالية ومنخفضة في لعبة كرة اليد أيضاً يتقن مهارة تنطيط الكرة العالية ومنخفضة يتم اتباع القطوات التالية خطوة أولى من وضع الوقوف إحدى القدمين متقدمة على الأخرى وثقل جسم موزع بين القدمين لمنحص هذه المهارة تكون قدم متقدمة وقدم الأخرى تكون للخلف وتكون ثقل جسم موزع عليها بالتساوي خطوة ثانية يتم دفع الكرة بالتتابع باتجاه الأرض لواسطة أصابع اليد المؤدية للتنطيط جائماً في المهارة يكون دفعها إلى الأرض عن طريق أصابع اليد أيضاً يكون وضع أصابع اليد المؤدية للتنطيط متباعدة وتشير الأمام للسيطرة على الكرة رابعاً يكون اتجاه اليد للأمام والأسفل للتحكم في مستوى ارتفاع الكرة نذكرنا حناً يكون اليد في نيبش كدداً بسيط وتكون محافظة على تنطيط الكرة وأيضاً يكون مثل ذكرنا في مستوى ارتفاع الكرة خامساً عند دفع الكرة بالأصابع يجب متابعة حركة بثني رسق ومد الذراع من المرفق شهدنا الآن هذا الآن عملية المد وشهدنا أمامكم هذا يسمى مثل ما ذكرنا وهو الإصابع يجب متابعة حركة بثني الرسق وأيضاً ثني الذراع ومد الرسق ومد الذراع شهدنا الآن يكون في ثني الذراع والآن مد ذراع بسكل كامل وأيضاً الرسق خطوة السالسة توضع الذراع الحرة أمام الجسم مع ثاني المرفق لحماية الكرة من المدافع مع ثاني رقبتين قليلاً هذا الآن ثاني رقبتين وأيضاً تكون ليد الحرة أمام الجسم لحماية الكرة سابعاً يكون وضع الجذع عند تنطيط الكرة العالية ممتد للأعلى قليلاً شهدنا الآن يكون وضع الجذع ممتد تقريب الأعلى عند تنطيط الكريش العالية أما الخطوة الثامنة يكون وضع الجذع عند تنطيط الكرة المنخفضة من ثاني قليلاً فإذا الآن تنطيط الكرة تكون هذه المستوى عائد قريباً مستوى الحوض وأعلى وإن تكون على مستوى الركبة تكون منخفضة وهنا الفرق بينهما مثل ما ذكرنا يكون يكون الجذع المنخفض من ثاني قليلاً شهدناً يكون من ثاني بشكل أكبر أثناء تنطيط الكرة المنخفضة والآن ننتقل من اليوم تمرين بسطة وسهلة بإذن الله نبدأ الجميع الآن يكون جاهز ومستعدة تمرين نام اليوم جميع الآن وقوف نظر مستقيم نظر يكون إلى الأمام أن تمرين الأول ما يشكل المكان بسرعة غفيفة وبعد ذا ننتقل لسرعة متوسطة مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة عشرة استمر بسرعة متوسطة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة عشرة استمر بسرعة متوسطة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أبطال ستة سبعة متازين ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين الثاني اخذ خطوة للجانب والتصفيق آليا تمرجع مرة أخرى ثم انتقال إلى الجاة الأخرى والتصفيق آليا يجهز مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة عشرة استمر الجولة الثانية واحد تنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين بعدها ثمانية ثالث وفزراتكم جنب الجسم وتحريك القدم لأمام وبعد تحريكها يخل بشكل تبادلي مع بعض يكون الأمام ثم إليش إلى الخلف مجهز مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة عشرة استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ومتازين سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف بعدها وقوف بشكل جانبي يراح الأمام وإلى أعلى وتجعل قدم إلى الخلف ثم يش إلى الأمام ونمسة الركبة ثم رجوع إلى وضع بداية مجهز مع بعض تمرين ابتدي واحد جبرة ثانية اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة عشرة استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف بعد وقوف ذراعين في الوسط نزوه بشكل جداً بسيط إلى الأسفل بعد الرجوع إلى وضع البداية مجهز مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة عشرة استمر جل ثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف الأقوف برعين الجانب فيك هالجانب ثم وجوع وبداية ثم انتقال إلى الجهة الأخرى مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة أشرة استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة امتازين سبعة ثمانية تسعة أشرة استمر جولة أخيرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف رحينا بعض المكان شخص زفير وقوف صحيح ضم تقيم تزين مرة ثانية أخير تزين أبطال الآن ونتعرف على درسنا اليوم اليوم ستتحدث عن صيب الكرة من مستوى الرأس مع الارتكاز وبعض القوانين الضرورية الحديثة في لعبة كرة اليد أولا نتقى مهارة تصويب الكرة من فوق الرأس مع الارتكاز يتم اتباع الخطوات التالية من وضب اللغوف إحدى القدمين متقدمة على الأخرى وثقل الجسم موزع بين القدمين قدم الأمام وقدم الأخر تكون للخلف وتقل الجسم موزع لها تصويب ممتازين اثنين حمل الكرة باليد المصوبة مع انتشار أصابع على الكرة وفي حملة يكون باليدين ثم يكون يد واحدة وأصابع تكون منتشرة ثلاثة وضع اليد الحر أمام الجسم في وضع منثني فدل الآن هل تسمى اليد الحرة تكون أمام الجسم في وضع منثني رابعا ميل الجدع قليلا للخلف مع تقدم قدم ارتقام للأمام قليلا فدل الآن تكون القدم تقدم إلى الأمام لعطاء القوة لتصويب الكرة أيضا خطوة خامسة مرجحة اليد المصوبة في حركة دائرية خلفا عاليا من مستوى الرأس للتصويب خطوة السادسة تحريك الرجل الحرة خطوة الأمام لإعطاء عملية تصويب قوة أكبر الآن ننتقل إلى بعض القوانين الضرورية التي تحكم المنافسة في كرة اليد سنتحدد عن ثلاث قوانين أولا زمن اللاعب في كرة اليد أيضا ثانيا منطقة المرمى وثالثا لعب الكرة ما يسمح فيه وما لا يسمح فيه في البداية أولا زمن اللاعب في كرة اليد نأتي للزمن اللاعب الاعتيادي في كرة اليد والذي يكون كالتالي مثل الفرقة تكون أعمارهم فوق 16 سنة يكون الزمن 30 دقيقة للشوط الواحد أي أن المباراة كاملة تكون 60 دقيقة أيضا أما أعمار 12 16 سنة يكون الزمن 25 دقيقة للشوط الواحد أما الأعمار 18 سنة يكون زمن اللاعب 20 دقيقة للشوط الواحد أي أن مدة المباراة كاملة بالشوطين معا تكون 40 دقيقة أيضا بالنسبة للزمن اللاعب خلال الأشواط أما بالنسبة للزمن الراحة بين الشوطين فيكون اعتياديا لمدة 10 دقائق أيضا ثانيا منطقة المرمى يسمح فقط ليحارس المرمى بدخول المنطقة منطقة المرمى والتي تشمل خط منطقة المرمى حيث يعتبر اللاعب داخلا عندما يلمس بأي جزء من الجسم شاهدنا لأمامكم الآن اللون البرتقالي أو الأصفر يكون هذا هو منطقة الحارس يسمح فقط لدخول الحارس فيها ويمنع لدخول اللاعبين المدافعين وأيضا الهجوم لداخل هذه المنطقة ثالثا لعب الكرة ما يسمح فيه وما لا يسمح فيه البداية نتعلم ما يسمح به في لعب الكرة وما لا يسمح به نبدأ بما يسمح به في لعب الكرة وهو كالتالي يسمح بنقل الكرة من يد إلى يد أخرى وأيضا يسمح باللعب الكرة أثناء الركوع والجلوس والرقود على الأرض مثل الآن للحالات التي لا يسمح بها في اللعب وهي كالتالي الفريق المحتفظ بالكرة بدون أي محاولة واضحة الهجوم أو التصويب على المرمى يعد ذلك استحوال سلبي ويعاقب عليه بمرمية حرة تلعب في النقطة التي كانت فيها الكرة عندما وقفش اللعب والآن نتقي مراجعة بسيطة هذا السنة اليوم سؤال أول زمن اللعب الفريق أو الفرقة التي تكون عمارهم فوق 16 سنة يكون 30 دقيقة للشوط الواحد أما بالنسبة للزمن الراحة بين الشوطين فيكون اعتياديا لمدة 10 دقيقة هل هذه السؤال والعبارة صحيحة أم خاطئة مرة ثانية زمن اللعب الفريق الذي تكون عمارهم فوق 16 سنة يكون 30 دقيقة للشوط الواحد أما بالنسبة للزمن الراحة بين الشوطين للشوط الأول والثاني فيكون اعتياديا لمدة 10 دقائق ممتازين من الأسئلة الصحية سؤال الثاني يسمح لجميع اللاعبين بالدخول لمنطقة المرمى والتي تشمل خط منطقة المرمى مرة أخرى يسمح لجميع اللاعبين بدخول لش منطقة المرمى لمنطقة الحارس والتي تشمل خط منطقة المرمى هل هذا السؤال ويبارة صحيحة أم خاطئة كوزينة بطالة من خاطئ لا أسئلة خاطئة والصحيح يسمح فقط المين ليحارس المرمى بدخول منطقة المرمى فقط يسمح له بالدخول وجميع اللاعبين لا يسمح فيهم وتشمل أيضا خط منطقة المرمى كويس غاي يصير تعلمنا أحد المهارات الأساسية في لعبة كرة اليد تصويب الكرة ويضا تعلمنا بعض القوانين في لعبة كرة اليد تعلمنا بعض الأشياء الوسيطة وتعلمنا أشياء أساسية في لعبة كرة اليد إن شاء الله جميع اتفاد معنا في هذه المهارة ويطبق معنا إن شاء الله ويضا استفاد من هذه القوانين ويطبقها في اللعب أثناء اللعب مع الزملاء في المدرسة أو في البيت أو في النادي أعطيكم العافية جميعا على حسن نصاتكم واستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته